أعلنت وزارة الدخلية عن البدء في إجراء القرعة العلانية بكافة مدريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لهذا العام 2022 ميلادياً 1443 هجرياً وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق العشر من مايو حتى يوم السبت الموافق الرابع عشر من مايو وسيتم ذلك على النحو التالي إجراء القرعة بمدريات أمن أسوان الوادي الجديد الفيوم الشرقية ضمياط مطروح البحر الأحمر يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مايو وتجري القرعة بمدريات أمن الأقصر أسيوت الجيزة الدقهلية بورسعيد الإسكندرية جنوب سيناء يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من مايو وتقرر إجراء القرعة بمدريات أمن قنال مينيا القليوبية الغربية الإسماعيلية البحيرة شمال سيناء في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من مايو كما تقرر إجراء القرعة بمدرية أمن سوهاك بن سويف المنوفية كافر الشيخ السويس القاهرة يوم السبت 14 من مايو